مرحبا حضراتكم مرة تانية وخلونا ب blendsب مباراة الاهلي بالمراس المهمة جدا بكرة في منديال الاندية نتكلم شوي على أهمية الحياة المباراة دي المباراة دي مهمة جدا بالنسبة للعيبة النادي الاهلي والجماهير النادي الاهلي مش بس علشان احنا عايزين نحق الفوز وعلشان النادي الاهلي بيحب الفوز وعلشان دايما بأكد ان انا بشكل شخصي سعيدة انه جماهير النادي الاهلي كانت مستنية اكتر من كده في مباراة بارن ميونيخ يعني لما أتكلم على أنه جماهير النادي الأهلي كانت عايزة الفريقي فوز على بارن ميونخ وهو طبعا مهمة صعبة جدا ويمكن في حالة فعلا من الرضا أنه لا يعني إحنا قدمنا مباراة جيدة قدام بارن ميونخ ولكن بيبقى السؤال دايما هي دي عقلية مشجع النادي الأهلي أنا عايز التطور أنا عايز الأحسن أنا عايز أبصر قدام أنا عايزي بقى عندي إمكانيات أن أنا أقدر بعد كده أكون ند بند البطل أوروبا أين كان مين هو بطل أوروبا ده برشلونة بقى ريال مدريد ليفر بول بارن ميونخ باريس سان جيرما الناس دي بتقدم كورة كبيرة قوي وعندهم في فوارق بدنية ومهارات لكن أنا كمان عايز أوصل للمستوى ده بما أن أنا النادي بتاعي الفريق بتاعي حطني في أن أنا خلاص بقابل الناس دي مواجهات رسمية مش ودية فعلشان كده بنبقى عايزين أفضل حال هنكمل كلام في الموضوع ده وده بيخلينا نبص المباراة بها المراس على أن هي يعني برضو هتكون مفيدة جدا بالنسبة لنادي الأهلي ولكن المكسب فيها إن شاء الله يكون هو النتيجة بس نتكلم أكتر على مباراة الأهلي بها المراس مع جونيور بنتو أو بنتو نجم المنتخب البرازيلي السابق وساو باولو برحب بيك على شاشة قناة الأهلي في البداية إزاي تابعت وخسرت فريق بها المراسل البرازيلي قدام تاجرس أونال المكسيكي في ذهاب نص نهائي كاس العالم للأندية خصوصا وإنك كنت أحد أبرز لعبيه خلال مسارتك الكروية بيتحدث على أن فريق لم يأكل بالمستوى المطلوب وعشان كده كان حزين جدا أن نشوف أن نشوف فريق بهذا المستوى والخطأ بيرجع للعيبة بالأساس وكان يتمنى شيء آخر من اللاعبين طب يعني إيه الأسباب بالضبط من وجهة نظرك اللي قدت لخسارة بالمراس وزوره بالمستوى المتواضع ده قدام باطل الكونكا كاف رغم أنه كان مرشح للوصول لنهائي المونديال يعني من وجهة نظرك الأسباب اللي قدت لده فريق بالمراس لم يكن على المستوى المطلوب لم تكن الخطوط متقاربة بالمستوى المطلوب واللاعبين الأساسيين لم يكنوا موجودين ويتمنى أن تتلافى هذه الأخطاء في المباراة القادمة ولكن اللاعبين الأساسيين هيكونوا في المباراة القادمة إن شاء الله موجودين فعشان كده هو يؤكد على أن الأخطاء الأساسية عدم وجودهم وفي نفس الوقت المستوى اللي ظهروا بي طيب تعليقك على تصريحات المدرب البرتغالي لفريق بالمراس بعد الخسارة بأن راكلت جزاء تاجرس اللي سجلها وفاز بها بالمباراة ما كانتش مستحقة يتحدث عن أن الضربة الجزاء صحيحة وأن اللاعبين لم يكنوا خطأ دفاعي وأن البنالتي هو ضربة جزاء صحيحة وليس لأحد أن يعترض عليها طيب بكرة في مباراة مهمة جدا بين النادي الأهلي وبالمراس في كاس العالم للأندية هل تتوقع أن يظهر فريق بالمراس بشكل مغير أو مختلف قدام النادي الأهلي في مباراة تحديد صاحب المركز الثالث بومونزيال الأندية؟ أعتقد أن يجب أن يكون هناك تغيير في طريقة اللاعب ضد النادي الأهلي ويعلم أن النادي الأهلي لديه فريق تميز سريع أزول ياقة بدنية متميزة فلابد من أن يكون هناك تغييرات لبعض المراكز أثناء المباراة وبالتأكيد هذه التغييرات ستساعده في الضغط والهجوم لأن المباراة الماضية لم يكن هناك ضغط بالقدر الكافي هل هيجري تغييراً على طريقة اللعب وأنه يدفع بعناصر جديدة في مباراة الأهلي بعد الأداء غير المقنع الذي ظهر عليه طبعاً بطل كوبا لبيرتادوريس في مواجهة تيغرس بالتأكيد أنه سيغير من طريقة اللعب بالتأكيد هناك ستلافى الأخطاء التي حصلت في المباراة الماضية والتأكيد سيكون هناك دفع بعناصر جديدة تساعد الفريق في مباراة الغد خليني أسألك هل تبعت مباراة الأهلي وبارن ميونخ في نصف نهايكس العالم الأندية بالتأكيد هو تابع المباراة كانت مباراة صعبة جداً والبير هو فريق قوي ومعروف والأهلي كذلك وتابع المباراة كاملة شفت ازاي بقى النادي الأهلي في المباراة يعني ايه أبرز نقاط القوة اللي شفتها في فريق النادي الأهلي أثناء مباراة بارن ميونخ نقاط القوة بالنسبة للنادي الأهلي اللاعبين سراعة جداً في نقل الكرة والتناسق ما بينهم جيد وعندهم الرغبة الرغبة الأكيدة في الفوز وده شيء مهم جداً والنادي الأهلي نادي قوي بيملك عناصر متميزة من أبرز نجوم بالميراس اللي بتتوقع أن هم يقدموا مستوى متميز في المواجهة اللي جاية بكاس العالم للأندية قدام النادي الأهلي اللويس عدريانو اللويس عدريانو بتميز جداً ويعتبر نقطة قوة بالنسبة للفريق بلميراس أسماء لاعبين بيذكرهم لعبين اللي بتحدث عنهم هم اللاعبين أساسيين وبإمكانهم اللاعب بشكل جيد ومتميز فده رأيه في هؤلاء اللاعبين شكرا جدا جونيور بانتو نجم المنتخب البرازيلي السابق